اشتركوا في القناة أكيدة بدنا نطرح أول سؤال ببادر عزهنة وين لبنان من الكتاب اليوم؟ وين شبيبة لبنان من الكتاب اليوم؟ نحن نعتقد أن دور لبنان بالنهضة العربية دور طليعي ومطابع بيروت لا تزال حتى الآن تطبع 60% من الكتاب العربي وبالتالي نحن بالمهرجان لبنان الكتاب بالحركة الثقافية للسنة 35 بدورة المطرانك ريكوار حداد عندنا عدة محاور فيه محاور تقليدية ومحاور جديدة بالمحاور أكيد مثل ما تفضلت فيه نوع من أزمة إذا أنت بتقصدية أن كان بالتنافس مع وسائل اتصال الحديثي الانترنت وغيره مع الشبيبة ولكن محدة بحل مكان الكتاب الكتاب لا يزال منذ جوتنبرغ حتى الآن وسيلة الكبرى للمعرفة وبعدين فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي بتحول دون القوة الشرائية لمزيد من المواطنين يشترون الكتاب بس نحن دورنا نصر على أهمية الكتاب والمطالعة والثقافة في مجتمعنا وهذا موعد سنوي بقدار لأن الداول شؤون الوطن نزبالة إذا بدي لا هذه بدي موطوع يا دكتور لا مش رح تنحصر بكتاب واحد لا من الويت اللي بنعملها هي مشاكلنا نعم أكيد إن كان هاي دي أو إن كان الوضع المضطر بالمنطقة والنزحين السوريين أو ساجس بيكومي أتعام يعني معنات الكتاب هوني وعب بتظهروا من خلال هالمعرض قدي الكتاب بواكب إن كان التطور بواكب المشاكل الاجتماعية الاقتصادية كل المجالات لا إن ما بدون ثقافة الكتاب جزء من العمل الثقافي والثقافة هي المعرفة والمعرفة هي أساس تقدم الشعوب من هالمنظار نحن بالحركة الثقافية مصرين على المهرجين اللي بن الكتاب عنا محور منكرب فيه علامة الثقافة إذا بتحبب نحكي فيه أكيد نحن السنة رح نكرم 11 فيه تكريمات فيه توقعات كمان رح بيكونوا رح نحكي كمان عن الندوات بما إنه بلشين من خمسة أدار لعشرين أدار ورح بيكون على الموعد من الصبح لا ساعة تسعة بالليل أو عشرة بالليل تسعة بالليل رح بيكون فيه مواعيد كتير ومقصة منهار على كذا شئ فيه عنا مكرمان من العراق تحية للعراق يعني الأبس وهالقاشة من الفان سرياني عندهم 150 كتاب وفيه فالح عبدالجبار من أنتروبولوج وعلم اجتماع وأعلام كبير وعندنا هدى بركات جاي من بريز خصوصة تنكرمها وهي رواية روايتها من خمس لغات مترجمة بخمسة أدار من عشية وقاشة وعبدالجبار يوم الأحد ستة أدار نيل أبو شأرة مؤرخ لبناني مهم بسبعة أدار خلد الزيادة مؤرخ وديبلوماسي كمان بدن نكرمه ب 11 أدار سليم العزار قاضي كبير بدن نكرمه بعشرين أدار بتساطعش مش بعشرين أدار ليلة بدر أسارية علمة أسارية مسؤولة عن متحف الجامعة الأمريكية بننكرمها ب13 أدار مصطفى حجازي علم نفس بننكرمه ب15 أدار الأباتي أنتوان ضو مؤرخ التاريخ الماروني والتاريخ الوطني العام حوار مسيح إسلامي بنكرمه ب16 أدار معين حديد جغرافي ب17 أدار وكمين المنسة ب18 أدار كيف بتم اختيار الأشخاص اللي رح بيتكرموا من اللجنة اللي عم بتكون موجودة للأختيار نعم بيكون فيه ملفات من قبل بسنة نتشاور مع أسات زي بكل اختصصات نحن حريصين دايما نكون كل خريطة الوطن موجودة بالمكرمين وكل الاختصاصات قدر لإمكان نعم وكل يوم اسمه يوم وبالتالي نحن نعمل كتاب هيدا 112 صفحة عن هالأعلام نوزعه مجانا وكتر ما في طلب على هال اللي بنعمله رجعنا طبعنا ثلاث مجلدات على مسائف السابقين هذا المجلد الثالث السنة طلع للأشخاص 700 صفحة نعم نوزعه كمان للمهتمين وأكيد فيه توقيع جديدة فيه كتب جديدة على الموعد هل عم بتكون فقط باللغة العربية لا باللغة الفرنسية والانجليزية وانا سنة تقريبا 50 توقيع جديد فوق الخمسين نعم وانا بينات الانديكتبان نعم عن الروم الكاتوليك والسائف الشديدي وعلى ابنين بالقرد السلس عشر العهد العثماني اكتر تاريخي فيه من كل الاختصاصات كمان المحور الثاني منوزع الكتب اللي عمل لك أنا هذا كتاب المهرجان السنة الماضية اللي عملناها السنة الماضية نطبعه ومنوزعه كمان بلاش نعم فيه عندك أيضا كتاب السنوي أيضا هذا كل المحاضرات اللي صارت السنة الماضية كمان منوزعه أيضا نعم في عندي لقاءة صباحية عندي برنامج صحيح عندي برنامج المهرجان اللبناني للكتاب وين ممكن يلاقوا هالبروشيور هالموجودة بالحركة السقفية وانا عندي مؤتمر صحفي هون الاربس 11 وهالموجودة على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي بالحركة السقفية موقع إلكتروني بالحركة السقفية أيضا وهون عم نشوف قد منوع وقد كل نهار مقصم بطريقة فيها محاور بتهم الجميع صحيح يعني قبل الدور عندي بيت للتلاميذ تتعلق بالبيئة بالتلوص تتعلق بالتراس بمشاكل الشباب العاطفية بالمطالعة يعني اللقاءات صباحية بالرياضة بالفن نعم يعني قضايا عم نشوف البعض من المشاركين الدكتور بورل طبر أكيد مش رح نقدر نذكر الجميع عم بيكون في مشاركة للوزير رشيد درباس الدكتور علي فعور هذه بالمهجع بالنجحين 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 نعم نعم عمليين انه كتير مهمة لأنه بتعرف العدد الضخم اللي جاء للبنان أثر على الوضع الاتصادي والأمني والاجتماعي نحن لأقلك شغل الفكرة أنه كل مشاكل الوطن من ناقشة به بهالمهرجين نعم وفي ناس سنوية بنتظروا هالمناسبة أيضا أنا عم نذكر كمانا موضوع المخدرات المخدر اللي عم تتفضلي فيه ومش قبل الدور فيه على الساعة عشر الصباح فيلم من مؤسسة أم النور حول أكيد يشامل القضاء على انتشار المخدرات والتدخين فيه نهار مخصص لعيد المعلم بما أنه عيد المعلم ويوم المرأة العالمي نعم بيوم المرأة العالمي أن تكريم نالميا أصدرستم اللي هي من النساء اللي منوها شطات وأن تكريم المعلمي سناء البواب ومفيد سكيف بيوم المعلم بـ 8 و 9 أدار في أنه أيضا سناء مفيد سكيف اللي كان له كمان هيك مكان ميز بحياة بدواجه له تحية سمح لي مفيد زميل أديم بالجمعة ودوره التعليمي وسناء مناطلة نقابية كمان والتعليم بالعلوم كمان عنا مثل ما قلت ندوان بيأت عامة سايكس بيكو كيف عم يصير مناطق النفوذ كيف كانت من مئة سنة وكيف هي هلأ المشكلة النفايات شو هي المشكلة وشو الحلول المطروحة يعني نعم نحكي عن كل المجالات المجالين اللي نزحوا من سوريا إلى لبنان كيف ينا نواجه المشكلة ونعيدهم كمان عنا التواقية مثل ما تفضلت بيجوا على ستانديت الحركة في عنا كمان تحية إلى كبار رحلوا أن 24 شخص رحلوا على عم حتهم على المدخل أكيد مش هنحكي عنهم بالتفصيل بسرعة فرس الزغبي سلامين تعدين ريمون جبار لبيب عبد الساتر برج فازيليان كل واحد باختصاص يعني مرسيل سيوفي بالعنون أحمد منصور رشيد القاضي أحمد بملحم منصور حزار فريد سلمان جدا وني محاسب طبيب وعالم أب جورج كرباج غازي قاواج يمون أم يوني مطرق غريقوار حداد بس مسألتيني لماذا سمينا دورة غريقوار حداد لماذا هلأ بقل ليك تكفي موسى نعمة أستاذ المياه بالجامعة الأمريكية وحميد كليت العندسين سهيل بشرقي مجيد حياتي فقط بترس محمد حسناكل وبترس غالي دورة مثل ما قلنا اسمها دورة المطران غريقوار حداد دورة المطران غريقوار حداد لماذا لأنه هالمطران اللي ودوره طليعي أصعيد طرح التيار العلماني ونحن مع العلمانية والعلمانية ما تتناقض لا مع المسيحية ولا مع الإسلام وفي قيام مشتركة بتجمعها مع المسيحية والإسلام وإزاي طرح الأصولي بالمرحلة الحالية والتيارات على هالجهة أو تلك لهجمة بالمنطقة نحن دورنا نطرح العلمانية كحل تحترم الآخر حتى بكتاب حضرتك الجديد في طرح حتى بكتاب بالمؤتمر الصحفي أربع صفحات عن العلمانية أنا بكتاب أنا مؤرخ بكتاب جديد عن تاريخ تاريخ كمان تاريخ الديانات ممكن الديانات بس بنقرأها بفكر علمي وموضوعي مش بفكر تعصبي لأنه مشكلتنا بهالوطن ومشكلت الشرق بهالأيام تعرف المذابح اللي صايرة بالعراق وبسوريا وشو حم يصير بفلسطين وإسرائيل وليبيا واليمن برج بابل شو الرد على هالأوضاع نعمل كينات طائفية للشيعة والسني والموارني والدروز واليهود واليزينية واليزينية يعني محوون هذا برج بابل نعمل أوطان عنا وطن أسوال لبناء منحافظ عليه منطور أنظمته منحترم حول الإنسان فيه وباتجاه المساويات والعدالة الإنسانية مندافع عن حدوده هذه الوحدة الوطنية هي الأساس اللي نحن نعمل بسبيل المهرجين اللي من الكتاب خلينا لكن نحكي شوي عن الحركة الثقافية اللي هي عم بتنظم هالأمور اللي هي عم بتكون ورا هالفكر الغير طائف خلينا نقول هو ورا للسعافة غير طائفة ممكن يكون فلوة الشغل بقولوا إلغاء طائفية طيب شو البديل فيه بديل تكون سيطرة طائفة مش ضابطة تعمل برج بابل نحنا مع العلمانية حركتنا بلشت سنة 1978 وقفنا ضد العنف لا عنف ترنجل جوار حدد كمان لا عنفة وقلنا نحنا بدنا وحدة الوطن ما بدنا نفككوا نعم من خلال الثقافة من خلال الثقافة ونحنا مفهومنا للثقافة أنه أساس الإنماء هي الثقافة نعم ما في جتعم لإنماء بدون الثقافة والثقافة هي المعرفة والمعرفة هي القوة ولكن كيف عم تشتغلوا على الأرض مين عم يكون معكم عضاء هل الشباب عم يقدروا يكونوا موجودين الأشخاص اللي بحبوا ينضموا لهالحركة كيف ممكن ينضموا نحنا نشاطنا ثقافي نعم يعني نشاط ثقافي مش بس الكتاب يعني بآخر المعرفة في حفلة شرقية للموسيقى الكونسرفاتور بيدة فادي يعقوب نعم وبطرس يعني يعني هو المخرج الموسيقى نحنا متعطب مش بس مسرح وكتاب وموسيقى نحنا منفتحة على كل الشباب يعني بيجوا بيحضروا الندوات بناء شو المهرجين بيجي ألاف زوار فيه بنعم المناخ لتبادل الأفكار مش دورنا القوة نحنا دورنا الأقناع والأفكار تقود العالم يعني الثورة الفرنسية هي ثورة لأن أطلق الطيارات العدالي والحرية والمساواة والإخاء وما إلى ذلك نحنا دورنا تفكير نقدي وش أكيد فيه أزمة على صعيد الشباب والثقافة بس هون دور الأعلام الشباب والثقافة والشباب والتفكير النقدي اللي تفضلت وذكرت هون دور الأعلام كيف الأعلام بساعدنا ونحن نشكر الام تي في على إتاحة هاللقاء مع حضرتك نطرح على الأمور ومنتمنى على الام تي في تواكب كل يوم نشطات اللي بتصير بالحركة إن كان فيه مجال تكريم أو مجال توقيع الكتب أو الندوات لأنه تتصل للرأي العام أوسع شريحة من الرأي العام شو أهم محور سنة برأي حضرتك أو شو اللي أكتر محور جديد السنة ما قلتلي اسمها دورة المطران بيقوان حديد شو معناتها العلمين في مواجهة العنف الطائفي نعم يعني كل المحور الثقافي اللي نحن عم نشتغل فيه باتجاه علمنات الدولة والمجتمع والتربية والعدالة الاجتماعية هاي كان نشاط كريك ورح الدات ونحن أغلب الندوات أغلب المنعشات بتصبي هالتوجه هنا مش معنات أن احنا ضد النقاش مع باقي الوجهة النظر في المجال المفتوح أمام كل الاتجاهات كيف عم بيكون تفاعل الشباب أنه حضرتك كمان أستاذ جامعي اليوم على الأرض الشباب لوين عم بيروح فكرون هل ما اتجه كمان للعلمانية أو يمكن هالأمور بدأ وقت طويل و سنين طويلة وأجيال كتير لحتى ينتقل هالفكر لا يصير فكر علماني دكتور الحركة اللي صارت مؤخرا وتحرك الشباب اللي نحن منحييهم عرفتين الحركات اللي نزلت على الترق بتدل أنه شبابتنا حية مش شبابتنا وبتتحمل مسؤوليتها بتواجه الفساد بتعمل مسائلة بتقوم بتحركات هلأ لا شك أنه في مرأ جيل الحرب إذا ما أدي كأسته شوي بس نحن نعم نشتغل بالجمعات قد ما فينا واللي أنا صد متقعد هلأ خطيارت شوي بس صغيرنا من الزمل بيعاملوا دعوات لطلابنا وبيجو الأسات زي وبنقشوا كل هالأضايا هلأ أوطاع الاقتصادية ما تسمح أن يكون فيه بس إجمالا كل سنة عن أحسن من سنة بالبايع وبالتالي نحن كل المساحات بالمهرج مثلا سنة مشتركي مكتبة أنطوان منفتحة الفرانكوفونية والكتب الجديدة فحضورهم شغلة بهمة وهذا الشي بيعطي أمل بأن الكتاب بعده موجود وبأنه كل هالأمور الموجودة على الإنترنت بواجه مصائب بس بيتغلب عليها ودور لبنان مرتبط بالكتاب ما تنسي أول مطبع بالعالم العربي بدأت من لبنان قبل ما نختم دكتور بذكر أنه المهرجين الكتاب من 5 إلى 20 أدار الافتتاح بخمسة من أي ساعة لأي الساعة الافتتاح الساعة 5 من 20 ولكن يوميا يوميا من الساعة 10 صباح للتسعة أهلا وسألا فيك دكتور عصام خليفة استجام يباحث وأمين الإعلام بالحركة الثقافية شكرا لألك شكرا لك شخصيا وشكرا لأم تي فيك وفي سريعة ومن بعدها منتابع مع موضوع مايرايتس لليوم الهبة والوصية خليكم معنا شكرا للمشاهدة